موسيقى بشيخ صلاح الدين هناك بعض العلماء يدعون للذهاب الى الجهاد في سوريا كيف تنظر اليهم كذب مهتان ولا ينبغي لنا ان نتأخر عن تكذيبهم ولا عن كشف زيفهم وضلالهم لو كانوا صادقين مصيبين كانت بلادنا اولى بمثل هذا اقصد بيت المقدس فلسطين كانت علما معلما معروفا من ستين سنة وزيادة اينهم منها ولو دعوا مرة او مرتين فلم لم يجيش ويجندوا مثل ما فعلوا هذه المرة لما صارت بوابة الجنة من دمشق ومن الشام كنا جيرانها في فلسطين وفي غزة وفي بيت المقدس اولئك كذب خونا ولا يكون الجهاد بين اهل الملة الواحدة والدين الواحد والجيران في البلد الواحد ذلكم ليس بجهاد هذا مرضات لأعدائنا واولياء اعدائنا كذبوا بدلوا نعم تقول ان هذا هي دعوة مقدسة لوقف الارهاب والعنف الدموي من قبل الجماعات التي تدع الدين وهي بعيدة عنها من هي الجماعات التي تدع الدين وبعيدة عنها في سوريا ذكرت شيخ صلاح الدين بان هذه الدعوة مقدسة لوقف الارهاب والعنف الدموي من قبل الجماعات التي تدع الدين وهي بعيدة عنه من تقصد بهذه الجماعات التي تدع الدين وهي بعيدة عنه في سوريا كل من جاء يبتغي دم المسلمين كل من جاء يرفع راية الاسلام بدم اخيه على دم اخيه في عرض اخيه في مال اخيه كائنا من كان تسمى ما تسمى من تلك الفرق والاحزاب والمذهبيات والضلالات هذه امة واحدة ورب واحد وكتاب واحد ونبي واحد وجماعة واحدة من فرقها فليس منها ومن حمل عليها السلاح فليس منها قال عليه الصلاة والسلام من حمل السلاح علينا فليس منا قال لنا من قبل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض متى صار الدين ان يقتل المسلم المسلم وان يقتل الاخ واخاه وان تصير الشام ودمشق بوابة السماء على جماجم المسلمين كذاب من قال هذا لا دين له لا عهد له لا ذمة له طيب شيخ صلاح الدين هل من نشاطات او ربما دعوات ستقومون بها في القدس دعما لسوريا الحق ان الشام سورية ألزمتنا مقالة حق انما قد علم الله اننا قمنا هذا للوقيعة التي وقعت في المسلمين جميعا في جميع بلاد المسلمين ما كان من قبل في ليبيا حتى صار الينا في الشام انما نسأل الله العافية وان تنكسر الشوكة شوكة هؤلاء في الشام وان يرد الله الامن للسام للشام والسلام والعافية وان ينكفئوا خائبين خاسرين انما لن نمل ولن نكف عن كلمة الحق وعن نصرة اهلنا واخواننا بكلمة الحق الشيخ صلاح الدين من ابراهيم احد علماء المسجد الاقصى نشكرك على هذه الحديث ونأمل انطلق هذه الرسالة وهذه الدعوة صدا الحل بيد السوريين بالاخير في نهاية المطاف سوريا نظامها ثابت ولن يصغط يعني لو انطبقت السمع على الارض نظام سوريا باقي وثابت والسوريين يعلموا هذا بالاخير الحل بيد السوريين فقط تبتر الايادي الخارجية اللي تمتد لتأجيج الصراع وتدفع المليارات وهذا في شيء غير مسبوك تاريخيا اذا ما توقف هؤلاء بالتالي الازمة في سوريا على طاولة الحوار تنتهي هذا من ناحية من ناحية اخرى تسألني كنائب في البرلمان الكويتي عن عمق العلاقة مع اشقانا في العراق احنا دائما نردد هذا الامر لو تابعت كل مداخلاتي في البرلمان ومؤخرا قبل يومين كذلك عندما طلب بعض الاخوة النواب لزيارة الحدود للاطلاع عن كثب وعلى سير الاعمال في ميناء مبارك تمنيت على اخواني والزملائي ان نتجاوز ذلك ونذهب الى عمق بغداد الى البرلمان العراقي لانفتاح على اخواننا واشقائنا في البرلمان الاعضاء في البرلمان العراقي حيث ان سمو الامير الله يحفظه زار زيارة تاريخية ثم سمو رئيس الوزراء سيقوم بزيارة خلال الايام القادمة بالتالي الاهالي اهل الكويت يزوروا خوالهم يزيروا اهلهم في العراق حتى الان احنا النواب في البرلمان دورنا ناقص خلونا احنا ننفتح على اهلنا لان جيرتنا مع العراق جيرة ازلية وتاريخية كما هي مع الجمهورية الاسلامية كما تجمعنا مع منظومة دول مجلس التعاون ابتداء من السعودية وما دون يجب ان نساعد العراق احنا للخروج من الفصل السابع سمو الامير مشكورا حقيقة حرص على يعني اغلاق كثير من الملفات وانا يعني اناشد اهلي في العراق ان ينتهزوا هذه الفرصة يدعو لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد بطولة العمر كما ندعو لهم جميعا بطولة العمر حتى نغلق كل هذه الملفات لانا احنا اليوم اشد ما نكون حاجة لعمق العلاقة مع العراق قيادة حكومة وشعب وهو الاصل لان هذه لأهلنا وبالتالي حقيقة ظهرنا وسندنا على مر التاريخ والى ان يشاء الله